اشتركوا في القناة من البلدين الشقيقين وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بمعالي وكيل وزارة الداخلية السعودي والوفد المرافق مشيدا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهما معربا عن تقديره الدائم للمواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة المؤيدة والداعمة في إطار تحقيق الأمن في مملكة البحرين وأكد معالي الوزير على أهمية اجتماع اللجنة العليا الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين بتاريخ التاسع من يناير 2018 ميلادية وذلك لبحثه ومناقشة الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية من جهته نقل معالي وكيل وزارة الداخلية السعودي تحياتي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتأكيده على استعداد وزارة الداخلية لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لمملكة البحرين في مجال تعزيز الأمن والاستقرار شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة